ايها المتتبعون ايتها المتتبعات السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في هذا الموضوع اللي حصلت فيه على بعض الاسرار الخاطرة للمغربة ما تعرفوهاش في تاريخ المغرب لان الواقع الحالي اللي في المغرب ماشي غير هاك دكجة ولكن كانت خطوات في الماضي اللي خلات الوضعية في المغرب كتعيش هالظروف اللي تعيشها المغرب دابا المهم قبل مغرب الفيديو بغيت نوجه واحد النصيحة لبعض الاخوة اللي كي يجيو عندي في التعليقات تيقول لي واحد خينات يقول لي عرفتي شنو ابقدر غير فيديو واحد في الصيمانا في ثلاثين دقيقة انقول لك الجواب ديالي وهو سير حل انتقانات وابقدر فيها فيديو كل اسبوع في ثلاثين دقيقة الاخوة اللي تيجو تيقول لي علاش مكتجوب ناش في علاش مكتجوب في التعليقات وش حساب اللي كانا هنعبر في التعليق mkna نجوب وننجوب وش نجوا? يعني اسئلة صدقل لما كجو بش يعني سير حل القناة وبكن تصرف اسلي النقاط ديالك مجيش عندي تبغي تبغيني مكتجم معاك في التعليقات بغيتي تناقش الأفكار ديالك بغيتي تعبر الأفكار ديالك سير حل القناهات واعبر الأفكار ديالك كيف ما بغيتك انا اللي كان قدم في هذه القناة ماشي ديالي اولا لانني كان مشي غير بعض الصحف بعض المقالات وكان حاول نحللها هذي اولا ثانيا انا من اللي كان دير شي حاجة ما كان ديرهش باش كان بغير نفرضها على شي واحد ولكن كان عبعلا رأيي مثلا بغير شي واحد افرض علي اشنو ندير لان هذا الشي اللي كان قول انا غير كان نناقشه مع راسي دونك عجبك تبارك الله ما عجبكش تبارك الله يعني ما كانت شي مشكل ولكن باش جيت بغير تفرض علي يلا قول هادي وهضر على هادي ودير على هادي اه نو انا حال هذه القناة باش نعبر فيها على رأيي خاص مش على رأيي جموعة ولا على رأيي واحد طبقة ولا على الرأي دي الوحد دي الوحد انا ما عندي حتى شي علاقة حتى بشي واحد انا القناة ديالي وكان عبر فيها على الاراء الخاصة ديالي يعني ديك الافكار المتواضعة اللي عندي كنحاول نشاركها عندك أفكار عن حلول الواقع المغربي. عندك شي مّ مشي حاجة جديد، تحل طلب القناة ويشرح فيها لناس. وليس صعيب أن تحلل الطب اللون في اليويتوب وتشرح فيها لناس. يعتقد أن الناس لا يرتش scale، انها تسمع الواقع ذي لمغربي، وتسمعпрقد ذلك بعض الأحداث، بعض الأسرار اللي وقعت في المغرب. يعني لا يرتش исп bust dig الراقر على أن الهي يتعرف بالفعل shool tijd. ويسرح فهل افكار دياله ماشي تبقى تجي تفرض علي انت ذاك الشي اللي بغيتي او لا بحال بعد المرة كنا ننظر على الشي موات فتيجي يقولي وحالب من اللي هدرت على الموضوع ديال الصحفي السعودي اللي قتله في تركيا واجي واحد خينا كاتب لي واعدنا مواضيع اكتر من هاد الشي اخو عندك انت مواضيع اكتر من ذاك شي انا هاد القناة ديالي كان قدم في ذاك الشي اللي كررتها حالي الشي اللي تكون عندك القناة ديالك قرر عشنو بدير فيها دير فيها الشيخة تراكس دير فيها دنيا باطماء دير فيها اليونس البولماني شغلك هادك هاده هاد القناة ديالي انا احر فيها وانا اللي كنصرف فيها دونك تشي واحد ما يجي يبقى يفرض عليها الاراء دياله اوكي هاده غير شكرا شكرا لجميع الاراء شكرا للناس المشاركين في القناة والمشاركات يعني كنحيل جميع التفاعل ولكن بعض الاحيان كان بعض الناس اللي تخصموا احد الرد اللي صاريح لانا كانش ناس ليما كي امنوش بالحرية ليما كي امنوش بالديمقراطية يعني كبروف واحد الجو ديال القمع تيجي وتهمتي يبغوا يمارسوا القمع موضوع اللي بغيت نقدر عليها هاد النهار هو وقتليكم واحد السر اللي المغاربة ما تعرفوش كان عرفوه ان فرنسا جاءت للمغرب بطلب من العائلة العلوية لكي تحمل العائلة العلوية لماذا؟ لان العائلة العلوية اولا كانت الصراطين العلوي يحتاجونق الكثير من القروض من بعض الدول الاوروبية فى حل انجلاطيرا وفرنسا وإسبانيا خذوا قروض هذه الصراطين العلوية خذوا قروض من الواضيع الخذل Young Qurood لم يتحاجدوا شردهم ماتوا جاولادهم لم يتحاجدوا شردك القروض عشان نطراق بحل دبا مثلا بعض السلاطين المغرب اخذوا قروض من عند المانيا و من عند انجلترا من اللي اخذوا ذاك القروض كانت وقعت حروب و تقلبات في العالم فرنسا شرعت ذاك القروض ديال المغرب ديال النجليز و ديال المانيا و شرعتهم والتي ديالتهم ديال فرنسا جاءت عند المغرب قتليم فوالا هانتوما يعني ذاك الفلوس اللي كاتتسلكم من نجليز و الفلوس اللي كاتتسلكم المانيا انا اللي غا اخذكم ترجعوه لي انا اراه فرنسا و المانيا عارفتي بحل ده با اشنوترا ان مثلا واحد السلطان ما عرفش بالضبط من سلطان خده واحد القرض ديال مئة مليون هذا السلطان خده قرض من عند انجلترا ديال مئة مليون و لكن انجلترا باعت ذاك القرض الفرنسا باعته بمئة مليون فرنسا من جاتنا ديال ماري بقاتليم فوالا راكا ترجعو لي مئة مليون و لكن هما تسلفوا غير مئة مليون و لكن النجليز باعت القرض باعته لفرنسا بمئة مليون سوف يدير ديال فرنسا ترجع ذاك مئة مليون اللي اجترا تبقى القرض مع النجليز زائد الارباح ديالية دونخ ذاك القرض مئة مليون ولكن مئة مليون و هذا هو اللي خده ان المغرب مقدرش يخلص هنا فاش جات دخلات فرنسا ضرر في القضية ديال الحماية و كيف مكان عارفوا أن العرش ديل السلاطين العلوين كان من الشروط أن هم spontaneously و لكن السلطة السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والسلطة العسكرية كانت كلها في يد الفرنسيين السلطة الدينية هي اللي كانت في يد السلاطين العلوين سلطة الدينية ذاك اللعباء ديالني هو السلطان و الذاك اللعباء Whoa simplemente ولكن جميع الصورات العسكرية والاقتصادية والسياسية كانت كلها في يد الفرنسيين فرنسا من اللي جات قلت لكم ان المغرب كان على صفيحين ساخن يعني العائلة العلوية كانت على وشك السقوط فرنسا من السلاطين العلوين كانوا على وشك السقوط يعني كانت هذه العائلة تمشي بحل كيف ما نعرفه يعني التاريخ دير المغرب شحل دانس علي من عائلة يعني شحل من نجح يعني الوطاصيين الموحيدين كده هاد شلي كانت غيرتر للعائلة العلوية كانت غيرت تمشي العائلة العلوية وكانت جيو شي عائلة أخرى ما نعرف شكل كانت غيرتر لكم لانتي يقول واحد الواثقة التاريخية هي يقولك ان المغرب تعاقبت عليه عدة ممالك منها العربية والأمازيغ لان هناك مملكات أمازيغية حكمات المغرب وكيف ما نعرفه ان العرب مجو حتى القرن السابع عاد جو المغرب فارق هذه هي المقدمة اللي كان هنروع عليها هذا هو التاريخ دير المغرب لان العائلة العلوية الصراطي العلوية طلبوا الحماية من فرنسا هي مجلة دخلات تستاغل المغرب اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً اوكي دونك اشل نطرق من بعد مدم ان فرنسا ركزوا بعض الركائز ديالهم اللي هي مثلاً نظموا الحياة في المغرب لان كان بقى هذا الحياة القابلية maybe القدوة على إلى هناك النزاعات الدينية 1 قدوة line نزاعات القابلية بستوى المغرب الكثير في المغرب، فارق من سبب بوصولة العائلة العلوية فارسا تنديموا واحد من التنظيم ، قدموا واحد من الخدمات ليس كا الهدف انهم يقدموا المغاربة, ولكن غير لديهم الحمي الجميع يعني خلقوا واحد للمجتمع حضاري باش الناس يوعوا بذلك القادية دي للسلطان انا رأى السلطان خصو يكونوا ذلك اوكي يعني احترام احترام القانون احترام السلطة هادش عرض فرنسا مثلا جات من دمات المغرب ولكن من اللي كانت خارج فرنسا قبل ما تخرج فرنسا هذا هو اللي ما كيعرفوش المغاربة فرنسا رأى مجاتش وخرجت فرنسا رأى ماشي مثلا رأى تقولوا لي يعني لقات واحد المقاومة فرنسا كانت تجيب طيارات والمغرب كانت ترجعوا يعني بحر حاملة غال حجارو والطراب تجيب طيارات دير تخضي عليه كل شي مفهمنا على القادية دونك اشن وطراب الاتفاق السري اللي ما كيعرفوش المغاربة وهو ان فرنسا قبل ما تخرج من المغرب فردات على المغرب باش يكون ملكية برلمانية وهذا هو الخبار اللي جبت لكم اليوم هاد الجريدة هاد جريدة امريكية اسمتها طوليدو بلايد وهاد الخبار خارج في نوفمبر سبعة الف وتسعمائة وخمسة وخمسة الخبار هنو تيقول هنو تيقول كاسيدي باريس سبعة نوفمبر دوم الراكن فلاغ الريد بانر ويد غرين ستار فلو أوفر هنري با فيوم موراكس كاسيدي العالم المغربي الاحمر وبنجمته الخضراء يرفرف فوق ساحة هنري با فيوم عفرش سميتها قل لك today as هدي ما بيناش هدلك الكلمة as king as crown that sultan سيدي محمد بن يوسف had worn back his throne يه قل لك في هاد اليوم هذا يعني استرجع الملك استرجع الملك محمد الخامس عرش المغرب قل لك السلطان deposed by french two years ago for his national independence has been resident of the parliament he returned from exile in madagascar last week المهم هدي بعد رجوعه من madagascar لأنهم شرف مليجا madagascar كان جان رجع من رجال فرانسا كان كاسيدي فلاق كان رجع بعد سلطان وفرانش فران مينيسر آنطوان pinay أنونسا أنهم اتفاق مراكو يجب أن مراكو مراكو مع مراكو 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 قال لك العالم المغربي بدأ يرفرفه بعد الاتفاق بين السلطان محمد الخامس ووزير الوزير الأول الساعة في ذلك الوقت اللي كان هو فرانش فورين منيسر بين قل كاسيدي الاتفاق اللي وقعت ما بين السلطان المغربي ووزير الخارجي الفرنسي في ذلك الوقت اللي كان هو آنطوان pinay قل كاسيدي آنونسا يعني أبلغوا أنهم اتفاقوا على أن المغرب سيتحول إلى دولة ديمقراطية بملكية برلمانية مراكو الخبر ما بينش هذا الخبر أنتم ممكن تشوف الخبر تقول المغرب سيتحول إلى مملكة ديمقراطية ديمقراطية موناركية يعني ستكون فيها ملكية برلمانية بالمعنى دي الأوروبا هذا ما لشتافق فرنسا والمغرب قبل ما تخرج فرنسا من المغرب تافق على أن المغرب سيتحول إلى ملكية برلمانية ديمقراطية على شاكل الدول الغربية إسبانيا وبلجيك هذا الشيء لماذا تفاهمت المغرب وفرنسا تفاهموا على هذه القادية قبل ما تخرج فرنسا هنا سنجيب لكم الوثيقة الوثيقة لأن المغرب سيتحول إلى دولة ديمقراطية والشرط هي خروج فرنسا من المغرب من التي تكتبت هذه الوثيقة تعطعت منها كوبي الأمريكا سنجيب لكم الكوبي التي تعطت الإدارة الأمريكية وهذه سنقرح عليكم هذا هيا هذه هي الكوبي أو كيف نقول لها الكوبي بالعربية كيف هي الكوبي مهم هذه الكوبي التي أعطعت فرنسا أعطعتها الأمريكا مترجمة باللغة الإنسليزية ما تقول لك سيدي المغرب الموجود في شمال إفريقيا مراكو في الشمال بالبحر الأبيض المتوسط والجزائر في الشرق وفي الغرب وفي الغرب ب السحراء السحراء المهم بعد انتقال على حكمه دول عربية في القرن السابع المغرب حكم من طرف مجموعة من العرب والبربر والدول الأوروبية يعني التأثير الأوروبي الأوروبي في القرن الثامن عشر بدأت بدأت يعني بدأو الغربيين للأوروبيين كيف يفكروا أنهم يجوا المغرب وقف في 1912 مراكو السابع يعني المغرب فقد الاستقلال ديالو وانقسم إلى مغرب فرنسي ومغرب إسباني يعني الحماية وتحول إلى حماية حماية فرنسية وحماية إسبانية والمنطقة الدولية التي هي مدينة تنجا بعد الحرب العالمية الثانية يعني الناسيوناليستيك بعد حركات الاستقلال بدأت تظهر في المغرب قالك الديك الديك لاريشن بابلش في نوفمبر سيكس قالك واحد وثيقة نشرت في نوفمبر ست 1950 قالك ست دو ديزير أوف سلطان أوف مراكو تو تور انتو مراكو انتو دوميكورات قالك دي هاد الوثيقة اللي كانت خرجت في نوفمبر ست 1950 قالك تبين على رغبة السلطان المغربي الى تحويل المغرب الى دولة ديمقراطية انتخاب ملكية ملكية برلمانية المالك في ست 155 خرجت واحد الوثيقة قالك ان ملك المغرب في نيته ان يحول المغرب الى ملكية برلمانية ديمقراطية في مارس جوج 1956 فرنسا اعترفت فرنسا اعترفت باستقلال المغرب ولكن فرنسا اعترفت باستقلال المغرب الا بعد ان اعترف ملك المغرب محمد الخارس اللي كان السلطان قدم ضمانات لفرنسا انه سيحول المغرب الى ملكية برلمانية ديمقراطية نزيد نكمل شنو كاد قولك هيا ديكلا رايز ديكلا ديكلا رايشن الاتفاقية وقعت بين وزير الخارجية الفرنسي والسلطان المغربي الاتفاقية الرئيس بيناي has outlined the general principle of policy of the French government endorsed by statement of the council of minister of November 5 November 5 1905 هنا هاد بيناي اللي كان هو الرئيس وكان في نفس الوقت وزير الخارجية قال لك outlined the general principle يعني بيين على الخطوط العارضة لهذا القانون والذي امضى عليه القانون الفرنسي اللي شجعه القانون الفرنسي في البرلمان الفرنسي في 5 نوفمبر 1955 قال لك his majesty the sultan of Morocco has stated his agreement with those principles وقال لك هنا المالك السلطان يعني وافق على هاد المطالب دي الفرنسا هايا his majesty the sultan of Morocco has stated his agreement with those principles يعني السلطان المغرب يعني وافق على هاد القوانين التي أقرتها فرنسا قال لك for the duration of his absence from rabat he has with the consent of french government charged with council of tron created october 1955 and relieve of its duty on november 3 1955 with the continued administration of the daily affair of the empire هنا قال لك ان الشروط باش ان محمد السلطان محمد السام غاد يرجع يرجع العرش دياله وهو انه سيحول المغرب الى دولة مملكة برلمانية ديمقراطية قال لك his majesty the sultan of Morocco has stated his desire to have administrative which will reflect the various moroccan points of view قال لك خستو يتقاسم مع الشعب المغربي هزمان السلطان المغربي has stated his desire يعني السلطان المغربي بيان رغبته باش يكون عنده إدارة اللي تكون كتكون من آراء المغاربة ويلرفلكت the various moroccan point of view قال لك the mission of the administration will be primary to carry out institutional reform which will make Morocco a democratic state and constitutional moroccan قال لك السلطان المهمة قال لك الإدارة will primary to carry تكون إصلاحات برلمانية وإصلاحات على صعي الدستور لكي تحول المغرب الى دولة ديمقراطية برلمانية قال لك the mission will also to be conducted negotiation with French with the aim of gaining for Morocco the status of interdependence قال لك هاد الشرط هادي اللي غتي تتخلي الفرانسا انها تعطي للمغرب جميع حقوقه في الاستقلال united with France by permit defined and freely entered the bound of interdependence مهم غدتبقى لك رغم ان المغرب غد ياخد الاستقلال ديره ولكن غدتبقى مع فرانسا علاقات دائمة هانتم هاي مكتوبة هنا مشي هاد شراء هاد شراء فواتيقة مكتوبة اللي التوحد ما تعرف قال لك ذلواتي دستاطف independent states united with France by permit قال لك رغم الاستقلال ان العلاقة مع المغرب سوف تكون علاقة دائمة تحددوها يعني تحددوها يعني تحددوها and freely enter enter the bounds of entire dependence يعني وخار غيكون استقلال غدتكون فرانسا مثلا عندها مصارح في المغرب هاد ش اللي كتقول هاد ش اللي بغاو هذا هو الخطأ المتحدة وش نطرف الأمم المتحدة أن فرنسا رفضت لها الأمم المتحدة البقاء ديها في الجزائر أن الأمم المتحدة يعني رفضت الفرنسا تبقى في الجزائر وهنا علش أن فرنسا انسحبت من الأمم المتحدة وهنا يهي المغرب استغل هاد القادية أنه تفق مع فرنسا باش المغرب غاد يقول ل دولة دي موك باش وهذا هو الخطأ الذي ارتعكبت فرنسا والذي استغلق النظام المغربي سوف نكمل لكم منه هل تظهر فرنسا والمغربي ومحمد V سلطان موراكو أفرم بإمكانهم 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 سيل سان كلاود في نوم 6 عام كسدي أن فرنسا والمغربي تتعفقوا بإمكانهم الاتفاقية سيبدأ التطبيق من نوفمبر سنة 1955 هذه الاتفاقية وهي استقلال المغربي مرتبط بتحويل المغربي إلى دولة ملكية برلمانية ديمقراطية هذا هو الهدف من هذه الاتفاقية قسم المغربي إلى من المغربي أشهر في المغربي المغربي إلى مرحب brutal لما تحفظ للمغربي حسناً لديه وقال ليس على القراب إلى مقل عن حالة والمغربي As consequences, the government of the Republic of France solemnly recognized the independence of Morocco which require a diplomatic corps and an army appropriate to its right to respect for this government and for the protection of its boundary guaranteed by international treaty. The government of the Republic of France and his majesty, Mohamed Singh, Sultan of Morocco declared that the negotiations which have just opened in Paris between Morocco and France Sovereign and equal state have for their object the reaching of new accord which will define the independence of these two countries their area of common interest and which will establish their cooperation of a basis of liberty and equality particularly in matter of affairs and which will guarantee the right and liberty of the French living in Morocco and Morocco living in France based on sovereignty and of the two states ونجد الانتفاقية ستعطيل الحقوق لفرنسا بأنها تبقى في المغرب وأن المغربة يبقوا في فرنسا وأن الفرنسا ويلي عايشين في المغرب تكون عندهم حقوق وأن المغربة اللي يعيشون في فرنسا تكون عندهم حقوق ويعني باش الدولتين تكون عندهم يعني المغرب تكون عنده سلطة كيف تكون عنده سيادة يعني المغرب باش يكون عنده سيادة قالك وفي انتظار ان هاد الاتفاقية تصبح سارية يعني كانت كيتسنو مازال باش تكون يعني لبروسيدور ديالبروتوكول باش يخرجوا لها الدكلاراسيان للعلان والخطأ اللي وقع اللي قلت لكم اللي مكنش في هاد الوثيقة ولكن مكنش في هاد الوثيقة ولكن كين في هاد الخابر اللي وردت لكم في اللول ها وغد رجعوا هاد الخابر سميته قال لك اسدي الخطأ اللي دارت المغرب اشنو قال لهم المغرب قال لهم ايه غن ديروا هاد الاتفاقية قال كسنس ونسمحوا ليه الى قرية بالإجليزية كسنس 1912 عندما فرنسي استبعها اشتركتها على فرنسي مرحكو the sultan have been mere figured under the new constitutional monarchy it's to expect Moroccan will have an effective role in government themselves the exact form of government is be worked out negotiation with the french government and the new Moroccan government to be formed under the sultan the communicate issue by the penai of the sultan said they were agreed they should build together without the intervention of third party هذا هو والخطأ هذا الشيء اللي بغيت نقول هذه النقطة اللي بغيت نهضر لكم هي قاكس دي هاد الاتفاقية اللي داروها كانت في غياب حضور ممتيلين عني الأمم المتحدة اللي خلات هاد الاتفاقية مبقاتش عند همي صداقية من اللي خرجت من فرنسا والمغرب رجع محمد الخامس من اللي جاء المغرب قال لي ممكن لم مملكة برلمانية ولا والو أنا المالك أسوده وأحكم غير خرجت فرنسا وهقليم هاد شيء ها وقالك the communication issue by Mr. Penai and the sultan said they were agreed they should build together ويضاوت قال لك أسدي غادي من كلهم علش تافقوا أنهم أنهم يوقعون الاتفاق بدون حضور أو خبار الأمم المتحدة built together without the intervention قال لك بدون تدخل الأمم المتحدة آآآ يعني نو قال لك أسدي غادي نديروا هاد الاتفاقية دي أنا المغريبي واللي ملكي يا برلمانية بلما ندخل واحد الطرف الثالث وإنه هو الطرف الثالث وهو الأمم المتحدة لأن هذه الساعة الوقيتة كانت فرنسا عندها مشكلة مع الأمم المتحدة هو اللي قلت لكم دي الجزائر لأن أمم المتحدة صادقات على خروج خروج فرنسا من الجزائر وهذا هو اللي ترى وزن بلما نتوار أن they wanted no United Nation intervention قال لك دروه هذا الاتفاق يدر أن المغريبي يتحول إلى ملكية برلمانية بدون علمي الأمم المتحدة ولا بدون تدخل الأمم المتحدة قال لك هنا يا فرنسا ورد من الوان جنرل الاسمبلي إلا أنا فرنسا خرجت من الوان جنرل الاسمبلي اللي هو الأمم المتحدة الآن قال لك when that body voted consul algerian question من اللي صادق على القضية الجزائرية despite the agreement terroristic activity confined in morocco eight moroccan have been killed in the last two days in casablanca and other ورغم ما قال لك أن هذا الاتفاق يهد اسميته قال لك ما زال الناس يعني يقسلون في المغرب من طرف الجنود الفرنسيين وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم يعني هذه اللعباء اللي لعباء عليكم النظام المغربي لأن كانت من بين الشروط دي الفرنسا من التخرج من المغرب وهو أن المغرب يتحول إلى مملكة برلمانية ديمقراطية بحل بحل المملكة بحل إسبانيا بحل فرنسا يعني بحل أمين بحل البلجيكة بحل نجليز هذا شيء لماذا مثلا الاتفاقي لاتفاقات فرنسا مع المغرب قبل خروجها من المغرب ولكن الشياطين العلويين وأولهم محمد الخامس اللي قال لهم راكيب اللي قالوا لمشاكيب في القمر هو اللي لعب هذه اللعبة زيادة على ذلك الناس اللي سنوا على وثيقة الاستقلال كانوا من بين أكبر الخوانة في تاريخ المغرب هذك 66 واحد اللي سنوا على وثيقة الاستقلال كانوا من بين الخوانة لأن هذك الناس كانوا رافضين فرنسا تخرج من المغرب هذك اللي سنوا وثيقة الاستقلال أقولها وأكررها وقرأتها بعيني أنهم كانوا رافضين أن فرنسا تخرج من المغرب ولكن وقعت اتفاقيات بين فرنسا وابنهم فهذه الحالة عاد أنهم سنوا الوثيقة الاستقلال وكانت غير العبالي أن فرنسا كانت خارج 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 ولجيت تشوف هذك الناس اللي سنوا في وثيقة الاستقلال هذك الأسماء اللي كي نرى في وثيقة الاستقلال هما اللي يحكم المغرب هما وخمش ومازال ولاد ولاد والتي يحكم المغرب وهذا العائلة اللي سنوا وثيقة الاستقلال هما اللي يحكم المغرب وغير قوى حكم المغرب إلى أن تنتهي الأرض ومن عاليها إلى يوم القيامة إذا لم يسقط هذا النظام هذك العائلة اللي كانوا رافضين أن فرنسا تخرج من المغرب وهما اللي سنوا على وثيقة الاستقلال هما اللي يحكم المغرب وهما اللي سوف تتغير لأن الهدف لأن هدف كانوا يطلبون فرنسا لا تخرج من المغرب لأن كانوا يفكر في المساح الخاص لهم تجارتهم ومعاملتهم لأن فرنسا كانت تحميهم وفرنسا تخرج ومن فرنسا أعطيتهم وعود قدمت لي وعود قتل موعد ونخرج ونقوم 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 بإمكان أن وثقات الاستقلال هم الذين يمثلون فرنسا في المغرب وهم الذين يمثلون فرنسا لحد الآن ونقوم يمثلون فرنسا إلى أن يسقط النظام إلى ما سقط النظام لن يسقط هذه الأشخاص والإخوان تبارك الله عليكم بلما نطور عليكم وإن أنا سأخلي لكم هذا المقال وقرأوه الناس يقرأوا نجليزية وشرحوه ونشرحوه ونرى ما يقع في المغرب يلا تبارك عليكم وإلى موضوع آخر والسلام عليكم